من الأخبار المهمة برضو اللي لازم أعلق عليها وحنشوفها إن شاء الله في تقرير الأخبار إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي المتجهة إلى تنزانيا يوم الخميس المقبل لملاقات يانجي أفريكنز ضمن فعاليات الجولة التانية لدور المجموعات حرص الدماطي على التنصيق الكامل مع كابتن خالد بيبو مدير الكرة وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج زي ما حضراتكم عارفين طبعا ده كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بيكون لهم دور مهم جدا خلال رحلات الفريق الخارجية السيد محمد الدماطي منظم جدا وأكيد هيعمل على تلبية كل احتياجات الجهاز الفني واللاعبين إن شاء الله عشان نقدر نعود من تنزانيا بالفوز وحصد الثلاثة نقاط أيضا الكابتن خالد بيبو مدير الكرة كلف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جابالله وهنا قبل بس مقرأ الخبر الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني ليه؟ لأنه أحمد القندوسي هو لاعب معار من النادي الأهلي إلى سيراميكا كولوباترا ولكن دايما عنين الجهاز الفني والجهاز الإداري والنادي الأهلي بتبقى على لعبته في كل مكان فكابتن خالد بيبو يكلف الجهاز الطبي بمتابعة قندوسي والاطمئنان على إصابته كلف الكابتن خالد بيبو مدير الكرة الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم برئاسة الدكتور أحمد جابالله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة لعب النادي الأهلي المعار أحمد قندوسي وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة ألف حصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج أكد أيضا مدير الكرة على حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طبيعية هو ده الأهلي على طول دايما بنتحرك عشان نبقى واقفين مع كل اللاعبين قندوسي أحد أهم اللاعبين المعارين من النادي الأهلي ونقول له ألف سلامة عليك يا قندوسي وإن شاء الله ترجع لملاعب ألف ألف سلامة جهاز الفني أيضا رفع شعار لوقت للراحة بيستعد بكل جدية لمواجهة سموحة المقرر لها يوم ثلاثة اللي جاي في الدوري زي ما قلت لحضراتكم مواجهة صعبة خص معانيد كابتان أحمد سامي واحد من المديرين الفنيين الكبار اللي بيبقى له اسمه وعنده فكره اللي بيحاول يطبقه خلال الفترات اللي فاتت مع نادي سموحة وبالتالي مهمة أو مهمة صعبة جدا جدا للنادي الأهلي أمام نادي سموحة إن شاء الله يستطيع النادي الأهلي أن يفوز فيه هذه المباراة في ظل التعادل الأخير إذا كنا بنتكلم عن الدوري فأنت بتكلم هنا على التعادل الأخير كنا ثم فتر التوقف ثم العودة والبداية مع بعد التوقف الدولي كانت البداية مع المباراة الأفريقية لاستطيع النادي الأهلي أن يفوز فيه أمس على مدياما الغاني بثلاثية مقابل لشيء إن شاء الله يوم الثلاثة القادم عودة مرة أخرى لنادي الأهلي للدوري العام إن شاء الله ربنا يكرمنا أن نستطيع أن نفوز بثلاثة نقاط